السلام عليكم لبنات أمهات والمشتفت بلعدي ولي كده يرين لبس عليكم كانت منا ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال وفي احسن ذروف يا ربي مع فيديو جديد وتحت الطلب ديالكم غيتوا شيوات صيفية السهلة الاقتصادية اليوم ان شاء الله جديكم واحد طاوية يا لبنات واحد طاوية الكفتة واحد طاوية غزالة يا لبنات معلكة بالكفتة وغطاطة واحد لصوص لي كتجي خطيرة واحد الأمارة واحد الحشو كتجي بنينة بزا تقدروا تدروها بالخضراء كامل اللي عندكم انا وليدتي يحمقوا على بطاطة والكفتة والصوص وقال لوليدتي يحمقوا على هذه الأكلة تجيخها طيرة أكلة صيفية لديدة وشاركت معاكم البنات واحد شليدة التي تجي رائعة بالفواكه والباربة تجي لديدة منعشة تجي رائعة وعاصر اقتصادي وكمية كثيرة وبلا ليمون يجي رائعة البنات بلا ليمون بلا حامض واحد العصر يجي لديد ومنعش وهادة هي تجيغ غزالة ومعلكة وصص لا تشبعوش منها نتمنى ان شاء الله اغذية اليومتنا الاعجاب لها لكم وتجربوها ان شاء الله وكيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فتل بنات انا راوليت نبيع البيجامات والشيلان من الدار هاتشال هذا اللي ذي رآنا دابا رحت هما كان بيعهم وهذه البيجامات هذو راكلين في الوينات وفي الأشكال اخر الفيديو ان شاء الله انا وريكم تشكيلة دي البيجامات ونوريكم حتى الشيلان اللي بغت شي حاجة مرحبا بها تواصل معي على الرقم اللي كنخلي لكم في الشاشة ومرحبا بكم اتمينا مناسبة وكنوصل لجميع المدول اللي في المغرب للتوصيل وعد الناس اللي هنا قرابين رغى نوصلها لهم حتى اللي عندهم كنتم نشاء الله الفيديو ديالي ومينا الاعجاب ديالكم وشكرا لكم شكرا على تشجيعاتكم اللي هي الدائمة ونطور عليكم ان شاء الله لنجدوا الغذيوة ديالنا وهنا يا البنات سنجدوا الغذيوة ديالنا انتوما اللي توفر ليكم هنا اول حاجة لبنات الفلفلة داروري الفلفلة ويلا كانت حمراء غايكون من الاحسن حيث الفلفلة حمراء كتعطي داك اللوين حمراء للاصص وكتعطي حتى بالنزوينة إلا متوفرش الفلفلة حمراء تقدرو تعودوها بالخضراء ولكن إلا كانت الحمراء غايكون من الأفضل كيف ماشتوهنا جوش فلفلات كبارين قطعتهم في الهاشوار راكاية وغندوزهم في الهاشوار رقاقين حتى يتقطعوه ولا تقطعوه مربعات يكونوا أرقاق وهنا هيا البنات ندوز نوجد لصص ديال الماطيشة هاد الكيمياء انا اللي قدرت تقريباً مئتين جرام ديال الكفتة ويبغي شوية غاد ندرجوه ماطيشات يكونوا هكا بحجم متوسط وتحكوهم في الحكاكة الرقيقة ديالما البنات في لصص ديال الماطيشة لا بغيتوا تديروه بالكفتة ولا اي صص ما تحكوش ماطيشة في الحكاكة الفوقانية الغليضة كتحكوه في هديك الرقيقة كتجي دك الصص خفيفة كتجي بحل اللي كتبع جاهزة هديك صوليس ولا هدوك اللي كتبعوه جاهزين بحالة كال ويم كيف ماشتو كنحكو ماطيشة مزيان غيف الجيها الرقيقة بشاكة غنوجد معاكم اللصص اللي كتجي خطيرة في هالطاوه هادي وتقدرو تعتمدوا هالطاوه لأي طاوه بغيتو هنا ثلاثة الفصص ديال التوما اللي غنحكوه متاهوهما في الحكاكة الرقيقة مع الاسوس كيف ماشتو سافي هنا غنخلي الحكاكة في جنب مازال غنحك بيها البصلة غناخد هنا الفلفلة اللي يدرت في الهاشوار تطحنوها مزيان شوفوا البنتراني تطحن تانيت في الهاشوار بحلال اللي غتطحنو الربيع درت هاكي نص الكيميه مع الاسوس ديال ماطيشة ونص الكيميه ديال الفلفلة مع الكفتة كيف ماشتو هنا بصيلة وحدة هنا ردرت بصيلة هكام توسطة كتحكوه مع الكفتة البنات جربو هالطاوه بهالطريقة اللي درتها ليكم انا وردو علي الخبار راجعت ما تشبعوش منها جات كتحمقوا بالخصوص إلا زدتو فيها خضيرة مازالة انا غنقول لكم اقتراحات آخرة تقدرو تضيفوها مع هالطاوه إلا بغيشو هكا تزيدو مهم كيف ماشتو بعد ما حكيت البصيلة مع الكفتة هنا يغندوز للتوابي المهم لاصوس ديال ماطيشة درت فيه جوج ورقة ديال سيدناموتة درت مليحة ملحة درتها مع الكفتة قزبارو مع ناس طوبي يزيدو مع الكفتة وعطرية والتوابي نضيروه تقريبا نفس داكش يجب ان نضيروه في الكفتة فلاصوس هيا معي القادية للتحميره هنا الكامون هنا تقريبا معلق صغيرة مع مرش هنا القاسبرية بسم الطحون طوبي يزيدو في الكفتة ووحدة لا سيكون سينجبير فلاصوس هنا البنات عطريه و هناك طحونه جيج فقدروا تستغنوا عليها شيء ضروريه هنا سودانيه سودانيه هنا كندير شوية مع الكفته و معالاس سوس هناك البنات مطيشه تلحك التقريبا مع الاصس بخطر نضيف الاصس الزيت نضيف الاصس تقريبا مضيئة تقريبا نصف مخلط الدرس بالتقريب اضافنا كامل نشحر هذه اللاصص سرغة عسام اضافنا وعراء لاصص خطير الطعوة الحود تدجاج نشارك معكم كل مرة نشارك بكثير غديوة صيفية سيكون سهلة سريع ستجدت لاصص تشحر فوق البوطة و هناك الكفتة ندعوها بكثير و هناك الكفتة سنقوم بها بها كبيرة و تخدموها بكثير و الربع والتوابين تعجنوها بكثير هناك الكفتة تدروا بكثير كيفتة الادان كيفتة السردين تجيب واعر الكفتة السردين في الطعوة هذه الخضراء و الاصص تجيب واعر و اهم حاجة غير ذلك المكونات اللي درنا معها تدروها حتى نتومة و ان شاء الله غتجيكم بزوينة سوف نخدمها مزيان مزيان حتى كتنساجم من بعد كندوزوها كيان نديرها كويرات و كنقرسوهم شوية و نحطوهم في واحد طبيصيل و الأفضل وجدوهم باش لو بقيت اللي غتبغيو تقادوا الطبيلة ديالكم تلقو الكويرات هكا مقادين ماشي عاد تبدو وتبسطو صافي كيف ماشتو الكيمية اللي عندي كاملة ديال الكفتة انشكلها هكا كويرات اللي يكونوا بنفس القياس و كتبسطوهم هكا واحد شوية و كنحطوهم في الطبيصيل و نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هاد كيمية ديال الكفتة اللي عندي كاملة و نرجع معاكم هنا يا البنات بعد ما كملت الكفتة خديت هنا جوجب بطاطات كبارين اللي كتقطعوهم دوائر أمال الأفضل لتكون البطاطات كبيرة باش هكا كتجي دائرتي البطاطة مع ال� interactions ماذا نرى؟ لبناها ما ديروا تعمل بطاطات هكمكن بتشمل بطاطات الدينجال مطيشة الفلفلة أنا أتأمل أن تحمل بطاطاتك على فوز حتى البطاطات النجال وبالنزل يسلونه و وكيأتون نضيف أم pronto حتى جوجب بطاطات الحدان كفتا و الدنجال و تقدروا تدائرة ماطيشة كافي من كيلش نزيد حتى ماطيشة هكاية و بعد ما تشحر مزيان كالطيب كنجيبوها هكاية مباشرة كنخبيوها في ذاك طاوة و في ذاك اللي غندخلو الفران أنا أخذت هاد المول هادا دي ززاج مربع هو اللي غدا ندخلو الفران كنسرح في ذاك لاصوس دي الماطيشة عفتوا هاد لاصوس راكي يجي بنين ما تشبعوش منه مع ذاك الفلفلة اللي درنا فيه كتجي رائع من بعد كن ناخد دائرة دي البطاطا دائرة دي الكفتا و دائرة دي البطاطا و ممكن تديرو دك الدائرة دي الكفتا ما بينجوشة البطاطا تبحال هكا و كنت تحطوها فوق من ذاك اللاصوس بطريقة سهلة و كيف ما قلت لكم هنا يفهد هنا يملي تكونوا تديرو دائرة البطاطا و الكفتا تقدروا تزيدو حتى الدنجال حتى الدنجال كيجي مع اللاصوس ماطيشة كيجي واعر أنا ركن حمق عليه غير وليدات كيبقى ويعزلوه كيبقى ونقي ويحيدو فاقلت بلا ما نديرو دائرة دي البطاطا دائرة دي الكفتا و دائرة الدنجال و ستفهم هكا يفوق من ذاك اللاصوس دي الماطيشة اللي وجدنا و شوفوا كيفاش غتجيكم الطاوة كتجي واعره ما تشبعوش منه سافي هنا غد نستمر كيف ممشتوك تكن نستفدوك الطاوة دي كنعمروها بهاكا يب الكفتا و البطاطا و هنا يا البنات بعد ما كملت غنضير واحد جوج فليفلات حارين انا كنحمق على الفلفلة حارة وهنا يتقريبا واحد نصف كاس دي المش اللي تبيه ذاك المقيلة اللي شحرت فيها لاصوس ودرتها في الجنب حيث انا كنبغيها كالمرقة تبغيوا لاصوس يكون شوية اللي يدوزو به كنغطيها بالبابي هكا ياليمينيوم وبابي كويسون كندخل الفران على ميتين دراجة وميتين وخمسين العافية من الفوق ومن تحت وخلي وطف على خطرها و هناك يا الابنت رجعين وتجسدون العاصير الاقتصادي وهكا يعتني الكيميه كبيرا حديث هنا توجود حفظات دي الخزو decrease قترلا خلفه ا العصير سافظ الواءى لسافيةrait ash بسفلات لدرسة بوابط بهذا تربيح كل تنقه لدرسة بتطبيه İyi manni يجب عليك العصر و يجب عليك العصر يجب عليك العصر يغطيهم و سلقهم يدخلهم الطياب يجب عليهم برد و نضيف الخلاط و نضيف خلاط يضيف خلاط كيف أجد برد يجب عليك العصر يجب عليك العصر كطورة فريز ، المونج ، تفاح ، تفاح ، الفاكهة و تضيع الضائج من الفاكهة لديك فريز ، المشماش لديك فاكهة لديك فاكهة فكيجي العاصر بارد ومنعش تبارك الله كيعطي اي طروس زيادة واحد العاصر اللي كيجي في حلة فيه الليمون كيجي اللون دياله زوين والماداق كيجي منعش بالخصص إلي قدمته بارد كيجي في واحد الخطورية زوينه وماداق رائع شاء الله تجربوه ويعجبكم ويعن دوزو نوجودو الشليدة ديال الباربة هنا عندي خمسة الحبت ديال باربة صغيرين بكل حبت الباربة اللي كيكوننو صغار خمسة متو ميل عندكم الباربة هكامتو استغديرو غير جوج حبت ديال الباربة لأن هذا وراهم وخط يبانوا لكم البنت رغي صغير وورين سافي كندوزو البنت نحكوهم في الحكاكة الغليدة كيف مجتو كاملين هاتشلاده بالنسبة للناس اللي فقر الدم انا من ناس اللي كان عاني من فقر الدم كتروا من هاتشلايدات بحال هادو اللي غنعطيكم هراهم صحي يحتاجون بالباربة و التفاح و يستخدم تفاحة بالقشرة و تجعلها بالقشرة و تجعلها بالغليظة فقرة الدم و يحفظها فقرة الدم و يحفظها فقرة الدم هو فقرة الدم فقرة الدم و يحفظها فقرة الدم و يحفظها فقرة الدم فقرة الدم فقرة الدم و يجعلها بالماكلة فقرة الدم و لا يجعلها بعد تفاحة بالقشرة و ضع المصحدة من الشغط فقرة الدم فقرة الدم فقرة الدم و بتضع الم tendon 50 د比 العسل من عملي حول البزارة نخلطها جيدا و تخلطها جيدا و تجيل ديدا و فتم شركتها معكم و اذا اعودتها و عودتها شركتها معكم بالنسبة للمتتبعات جداد و تخلطوا تخلطوا الباربة و التفاح و تصل الى شلادة كاملة و تخلطوا البنات شفاكيها عندكم انا عندي الخوخ هكا هو اللي عندي طري الى عندكم البنات الكيوي الكيوي كيجي واعر تخلطوا غير حبة وحدة دي الكيوي و تقطعهم مربعات في اللخر فق من هاد شليدات الباربة و التفاح كيف مشتوهني انا حبة وحدة دي الخوخ قطعت تحت هي مربعات و تجيل شليدة ديالكم منعيشة مع الباربة و التفاح يجيل مدق هزوين اهم حاجة قدموها باردة شليدة البنات و العصائر يجيل البرودية هي السر ديالهم منكي يكونوا باردين و منعيشين يجيل زوينين هكا في الماكلة سوف نخلط مزيين هكا هكا ذك شليدة ديالي سوف نسجم ذكا الخوخ مع الباربة سوف نديرها في تلاجة نخليها تبرد حتى كنقدمها باردة ركي يجي في احد المادقة رائع كي تجيل ديدة بزاف وهنا هي الطاوة ديالي بعد ما خرجتها من الفران بقى سخونة انا نشفتها شوي و يدك لاصوس بقى خاتر لتحت و الي كرا كتجي في احد البنة يا سلام كتجي ديك الكفتة بنينة و لاصوس معا فيه ديك الفلفل حمراء و جلديد صراحة متشبعوش منها كنتمنا ان شاء الله تجربوها وهنا هي اخذيت هات زليفة هادو اللي هنقدم فيهم شليدة ديالي اهم حاجة هر تكون باردة صافي غن نرافقوها مع هات طاوة ديال ندب الصيف كنبغيو شليدات كنبغيو عصائر كنبغيو ننوعو في الغذيوة ديالنا و في نفس الوقت كنبغيو حويجات اللي اقتصاديين وساهلين و ما كيش دوش لي نحتى الوقت بزاف في الكوزينة مهم كيف مشتو عمرت هات زليفة هادو البنات بشليدة اللي وجدت معاكم نخليهم في الجن وهنا هي غندوز حتى العاصر البنات اللي غن نرافقوها مع الغذيوة ديالي عبتو العاصر راه كيجي رائع كيجي زوين بزاف و كيعطي تبارك الله كيمية كتيرة و بدون برتوقال بلا ليمون بلا حامض غير بالخيزو و كتزيدو لي اي فاكي هات وفرت ليكم موجودة عندكم هاكا كتضيفوها مع خيزو و كانت هادية الغذيوة ديالنا اللهم اديمها نعمة و احفظها من الزوال يا رب هانا يشليدها انتو ما شوفوا البنات راه كيجي لديدة هاكا يترافقوها معا حتى معادة جاي ان شاء الله عيد الاضحات رافقوها مع المشويات كيجي شي حاجه حلوه هي كتجي ما بين الحلوء الحلاوه و الحموضه كيجي فامادا قزوين هانا يطاوحتها هي غن نهز معاكم شوية تشوفوا ذاكا ذاكا الدغميرا ذاكا اللي كتجي ملدحت مع الفلفلا و ماطايشة كتجي واحد الدغميرا و واعرا و حتى ذاك الكفتا مع البطاطا كيجي مادا قراءة ان شاء الله تمنيت تجربوها الطاوة بها الطريقة و بالخصوص الى درتوها بالكفتا ديال البقريدة براجي العيدة البنات كان بغيوها كي نوع شوية و حتى كد لحم بوحديتو كي ندخلو خضيراش ليدات عصائر هاد الاوكلات هادو كيكون عليهم الطالب و حتى في التعاليق ما شاء الله كيجيوني عليهم التعاليق بزاف الطالبات و انا اليوم اجبت لكم هاد الاقتراحات الصيفية السهلة كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو وشي تعليق زوين في حالكم للتشجيع فقط وهنا يا البنات غنوريكم الموضيلات ديال بيجاما اللي كنت لابسها معاكم في الاول ديال فيديو رافيهم هاد الالوان اه كيجيوا صراحة زوينين ديال لقطن ارقاقين ديال الصيف هادو البنات راهم باردين را كنت لابسها انا توب ديال هرقيق و مبرد هادو هما الوينات و الشكيلات اللي فيهم ميما انا خليت لكم الرقم ديالي هنا يا في الشاشة تحت من هاد الاخر ديال الفيديو اللي بغاد شي حاجة تواصل معايا في الواتساب رأنا اللي غنجاوبها ان شاء الله و اللي بغاد شي حاجة مرحبة بها انا بديت هاد المشيريع هاكا غير من الطار ونشوف هاكا ماشي عيبة البنات ماشي عيب نخدمه بالحلال وممان ديورنا وجيبي حويجة فيهم غير الباركة البنات اي حاجة عندي هنا ما فايتش خمسين درهم الى كترت خمسين درهم كيكون رباحها ثلاثين درهم ربعين درهم في البياسة كيكون رباح قليل وكتكون فيه الباركة هاد شي اللي كان البنات المهم اللي عشبت هاشي حاجة تواصل معايا على هاد الرقم ومرحبه بكم كاملين وشكرا لليكم شكرا عن تشجيعاتكم زوين اللي خليتوا لي في الفيديو اللي شاركت معاكم فيه الكسيوات وحتى الشيلان البنات راهم كيني راوريتهم لكم في الفيديو مع الكسيوات كانين هاد شيلان ديال الامارات البنات عبتوا الكاليتي ديالهم وواعره ماشي ذوك الشيلة الليكرة العادي ديال خمسين درهم ستين درهم سبعين درهم هادورة ديال الامارات توب واعر وشيلان زوينين ورا تبارك الله فيهم متروف طول وعراضين يعني الشر يغطى لك الظهر وراسك وكلش يعني فيهم هاد الوينتهما اللي بقاو فيهم ولي بغا تشيح حاجة التواصل معايا ومرحبا بكم كاملين وشكرا لكم وما تخرجين من هاد الفيديو تتخلي واحد لايك واحد لبصمة واحد تعليق زوين هكا يا باش تجعيني حتى انا ان شاء الله نزيد نقدم لكم وصفات كتر المهم هنا يرا كنوريكم في اللوينات هكا ديال الشيلان اللوينات اللي كاينين فيهم كايني اللوينات زوينين هكا ولي كيمشيو مع كل شي هاد الديقراضي ديال الباج والنواغ والمارون هادو اللوينات تقريبا كيتلبسو مع كل شي من غير شي لون محدد اللي كيمشي لك مع اللوي سلام عليكم تلقوا فيديو جديد